بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية العشرون لمجلس الوزراء الثلاثة الموافق 14 ايار 2024 وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقدي جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل الموافق 19 ايار لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 كما وجه سيادته بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادية تتولى إعادة دراسة مشروع قانون معهد الوظيفة العامة وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واستناداً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني الصادر في شباط 2023 أقر مجلس الوزراء المضي بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية ما تعرف بالشعبة الخامسة في مدينة الكاظمية المقدسة وتحويل أراضيها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وفنادق ومستشفيات ومراكز صحية وطبية وملاعب رياضية ومركز للدفاع المدني ومدن للزائرين وذلك وفق رؤية معمارية متكاملة صوت مجلس الوزراء على إيقاف الاستثناءات الممنوحة إلى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وتسعة وأربعين لسنة ألفين وأربع وعشرين ولا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار إقرار توصيات اللجنة التدقيقية بشأن طباعة الكتب المدرسية بحسب الآتي واحد تخويل وزارة التربية صلاحية تكليف شركة النهرين العامة بإنجاز أعمال طباعة الكتب والدفاتر المدرسية واستثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنيا لسنة ألفين وأربع عشر قبل إجراء أي مناقصة من أجل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية والاعتماد على مكائنها حصرا على أن تتولى الوزارة المذكورة تقديم الدعم الكامل للشركة من صندوق التربية المركزي إلى شركة النهرين العامة في توفير المبالغ اللازمة لشراء المواد الأولية الداخلة في أعمال الطباعة في أوقاته المحددة وبما يضمن إنجاز التعاقدات من الشركة في ضوء التعليمات والضوابط وتصرف من أموال الصندوق ثانيا إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين العامة بإسلوب المناقصة العامة إلى مطابع القطاع العام والخاص بمقدار خمسين بالمئة لكل منهما على أن يتم السماح بإعطاء جدول بقيمة ملياري دينار لكل شركة دون التقيدي بعدد العناوين ووصول الكتب إلى الطلبة ضمن التوقيتات المحددة قبل بداية العام الدراسي ثلاثة إلزام وزارة التربية بالتقيّد بالتخصيصات المالية المدرجة في جداول تقديرات عام 2024 عند التعاقد وعلى وزارة المالية توفير التمويل لضمان التزام وزارة التربية بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وإيصال الكتب إلى الطلبة ضمن التوقيتات المحددة قبل بداية العام الدراسي أربعة استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المرقّم ثلاثة وعشرين ألف وأربعمية وأربعة وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين لتكون المدة بين الإحالة وتوقيع العقد خمسة أيام عمل لعقود طباعة الكتب المدرسية دون الحاجة إلى توجيه إنذار إلى المطبع المتلكئ عن توقيع العقود الموافقة على ما يأتي واحد تعاقد وزارة النفط مع هيئة التصنيع الحربي لشراء آليات من تخصيصاتها المالية على أن يتم تقسيم المبلغ المطلوب للشراء البالغ ستة وسبعين مليار مية وخمسين مليون دينار على شركاتها الاستخراجية المستفيدة من خدمة مديرية شرطة الطاقة وعلى مرحلتين المرحلة الأولى 43 مليار وخمسة وستين مليون دينار المرحلة الثانية 32 مليار وخمسمائة مليون دينار الخاصة بطلب سلاح بندقية نوع أمفور بابل يتم النظر فيها لاحقا وإهداء وزارة النفط الآليات موضوع البحث إلى وزارة الداخلية لأغراض مديرية شرطة الطاقة على وفق أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 استثناء من شرط أن تكون تلك السلع غير مشترات خلال السنة الحالية وفائضة عن حاجة الدائرة المعنية بحسب الصلاحية المنصوص عليها في المادة 34 من التعليمات المذكورة آنفا ثانيا استثناء الشركات النفطية الممولة ذاتيا الرابحة من العمل من قرار لجنة إعادة حيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم واحد لسنة 2024 على أن تتحمل وزارة الداخلية سلامة الإجراءات وتشكيل لجان الفتح وتحليل العطاءات وإعداد الكلف التخمينية للموضوع قرار البحث وواصل مجلس الوزراء تطبيق نهج الحكومة الذي يهدف إلى إعادة العمل بالمشاريع المتلكة ومعالجة المشاكل والعقبات التي تعترضها حيث تم إقرار الآتي أولا تغيير اسم مشروع تأهيل قاعدة الشهيد عثمان العبيدي ليصبح تأهيل قاعدة الشهيد عثمان العبيدي أسلوب التنفيذ أمانة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع ثانيا زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع إنشاء الممر الثاني للطريق المؤدي إلى قضاء الطارمية بطول 15 كيلومتر ثالثا زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز ونصب وفحص وتشغيل متنقلة الكحلاء الثانوية سعة 31 NVA في قضاء الكحلاء رابعا استحداث مشروع الأعمال المتبقية لمشروع توسيع مبنى دائرة السياحة في كربلاء المقدسة المركز شكرا